السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين واحدة الشيس حاميوك 17 في الكتاب الدراسي المفيد في الرئيس إذا التمرين لدينا في A B A D B C A D B C ربائي محدة يتقاطع قطره A B و C D في النقطة A بحيث A B 17 A A 76 و A D تساوي 8 و C E تساوي 4.8 سؤال رقم واحد قلنا أنشئ الشكل إذا لننشئ الشكل إذا لإنشاء الشكل سوف نقوم بإنشاء القطرين A B و C D بإحترام المسافات طولة B تساوي 10 و A A تساوي 6 ثم طولة B 8 و C E تساوي 4.8 يعني غادي يكون الدلع A B فيه 16 والدلع C D فيه 12.8 تساوي 4.7 أرسم 5.8 أرسم 5.8 نرسمه أبضي سيكون فيه ستاش أنا قد نرسم هاته مستارة هذه وخاقي يعني مشي مستارة موجود فيها سيكون سيمترا هندي رغي تقريب فقط هندي إذا قل ناخد قل ناخد ستاش هندي سيدي خمسة هندي سيدي سيطلع شكل غير صحيح ولكن سوف تحاولوا نضبطه هندي سيدي هندي سيدي هندي سيدي هندي سيدي هندي سيدي نزيد سنطين واحد ذا باقيها سنطين Straße هندي تستاش هده من هنا هنا ستة ومن هنا هنا خمسة خمسة هي عشرة إذن قالوا لي بأن أب بيك تسوي عشرة إذن سنأخذ أب بيك الأذي هاب بي هاء أه هاء وعندي أه تسوي ستة تفقين هنا بسم عشرة وهنا ستة ستعملوا المسترة يعني ستعملوا المسترة دي لكم اللي فيها تدريجة نمشيوا اللي كما عندنا السيد دي السيد دي متابعة الحال المستقيم هاي مر من أل يعني يتقاطعان في أل عندي ثمانية ونحافظ على الترتيب دي خاص متابعة الحال قلت بأن ثمانية أبعا فاصلة ثمانية هي الخمسة دي صنع في الأول ونحسمنا جوجيا ولكن أدريجة أه أ أ أ د أ د ب د هلنأخذو أ د تسوي ثمانية أ د باسي أخذها الفوق ثمانية هنا خمسة إذا هنا خمسة هي ونزلها ثلاثة ثلاثة قريبا هي هذه إذا هنا د فيها ثمانية د فيها ثمانية ثم أننا قد ربعا فاصلة ثمانية فيما تبقى يعني فا فاش في السين أصح فاش لا خمسة سأخذها سأخذها ثم قريبا جينا هنا قالوا نفس السؤال باين هدا الربعين هنكملهم طبعا هنكملوا هنا هنكمل هادا هنكمل هادا هنكمل هادا هنخذي الربعين محدة خذي الربعين مو محدة هنفي الربعين مو محدة بكل احتي lonely هنكمل الربعين مو محدة بكل احتي نحن هادا إ abbiamo قالوا نفس السؤال باين إن قصي وهاز هنرسموا آ melts مو غير أتعصي بيديه لومنا نغيريه نرسموه بلوم المغيير عموما نرسموه بالأخضار واللون الأخضار عموما ها أرصي ها بيدي السؤالي جاء مجوز كيكبين أن أرصي وزي بيدي إذا كنت تبوري تاوزي باوية الحال أفكير في ما هذا ؟ أفكير في طريس العكسية يعني الطريس العكسية هي أذن تذبه له توازي إذا شو ها 9 نجد إليه سؤالي رقم جوجغالك ها المستقيمان أ آصي و بيدي متوازيان أعليل جوابك ها المستقيمان أ آصي و بيدي متوازيان أعليل جوابك إذا ها 9 نجد إثنين لدينا سوف نتوقع مبارانة الأكسية مبارانة الأكسية أول شيء توفر عندي النسب إذا كنت توفرت عندي تساوي نسبتين ما هي النسبة؟ نحن أم على أنت هذه نسبة ما هي نسبة؟ هنا بالنسبة لاتمين سوف نقوم بأعلى أب نحسبها أع أعلى أب أعلى أب كنت تساوي ستة على عشرة كنت تساوي سل فاصلة ستة و ننخلص نتانية أصي على أد أعلى أطلتان ربعا أطلتان ثمانية على تامنية نقسمه أربعة ثلاثة هي سل فاصلة ستة ومن هو؟ ما هي يكون عدناء أ أ على أ بي تساوي أس على أد ولدينا النقط أ و أ و ب و س و أ و د في نفس الترتيب لدينا نسبة ونقاط في رس الترتيب شروط دلتاليس عكسية هالنسبة هالنقاط في رس الترتيب و نزيد معطية أخرى دار الرياض شنو هي عندي عندي أ و ب و أ و ب و دي السي يتقاطع تقاطع في أهل إذن حسب مبرهنة طاليس العكسية قد يكون عندي المستقيم أصي عفوان أصي أصي يوازي المستقيم بي تعليم تعليم ديال ديال سؤال رقم ثلين أصي أصي و ب ب ديال متوازية نعم متوازية بدأت بالنسبة في الأول لقيتها متساوية إذن هالنسبة لدي ثم عندنا قد لقيت لحظه في الشكل نشأت أ أو ب س أو د في نفس الترتيب و لا ننسى تقاطع المستقيمين لا في الاكسية و لا في المباشرة إذا حقق الصورة للطريس الاكسية سوف نقول بي أن المستقيم بدي كتشي الأهمال و أصيك تشي الأهمال مستقيم أصي وزي بدي كتشي الأهمال أصيك 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 بدي و كذا يكون جوبت عن السؤال رقم 2 أصيك اصيك أصيك 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 , إذا مستقيم ما يولدي ويقوم أيّن من قناة أصيك 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 بالإعلام إذا وجدنا تعب��� و السبب إذا قد نأخذ أ أ على أ ب نحسبها هيا أ أ على أ ب نحسبها قبل قلتها كنت سوف تفضل السم حسبتها جعلتها و شكرا المقابل ل أ لأنك أتكلم عنها قالوا لي المقابل ل أ هو المقابل ل أ هو إذا قد ل أ و مقابل ل أ هو أ أ على المقابل ل أ هو المقابل ل أ هو مقابل ل أ هو المقابل ل أ هو أ أ تسوي ثم أو أ شكرا فلو و من الطريس العكسيغية تخالف غير متوازياً عناشاً. خلق قطر مستهية في نفس الطريس. ومنه أع على أبي تخالف أدي على أسي. وصلنا إلى نسبتين مختلفتين. يعني سيكون لديك المستقيمين أدي. والبس غير متوازياً. أنا سيكون لديك المختلفتين. لديك تساوي نسبتين. ومديك تساوي نسبتين كانت طلع. حتى تقع الشروط ديك المستقيمين المتوازياً. ولدينا الحد النغة المستقيمة. أ أ د و لدينا أ والد والأ والس في نفس الترزيب. في نفس الترزيب. ما أتحدث؟ ما أتحدث؟ ومنه؟ حسب مبرهانات طالس الأكسية ما أتحدث؟ المستقيمين كما أكتبها المستقيمين أنا أكتب لدينا مقدر لصبور. المستقيمين バイواص السابقة المستقيمين ثلاثة من تبقى اسفل üğلة highlight ثم يدى ان يكون نسبة قوعدة. ورقيت نسباتي مختلفات الاولى اكسية يكونوا مستقيمة المستقيمات غير متوازنة للنسبات غير متساوية لما تحقوني الشروط كاملين ترتيب يكون النقاط في نفس الترتيب ويكون النسبتين متساوية هنا أول نقاط نفس الترتيب ولكن شميته النسبتين مختلفتين والعكس تقدر تكون عندين نسبتين متساوية ولكن النقاط ماشي في نفس الترتيب ورغم أن النسبتين متساوية فالمستقيمات غير متوازن حسب مرانة طاليس الأكسية هل تكون إن شاء الله قد أنجزنا تمرين ٢١١١١٩ من كتابة ندراسي مفيد في الرياضيات الله يجزيكم بخير لتوصل لشيء حول أن نشرها مع الأصدقاء وصدقائهم وخيرا نكون شرس المدينة كيف يعني واحد من العائلة ولا من العقارير لكن اللي بستعمل الفائدة أنا بغين بتعمل الفائدة الجميع وما تنسونيش من الدعاء وحاولوا تواصلوا معنا عبر الموقع www.voprof.blog.spot.com وعلى الواتساب على الرقم 062663442 وحاولوا تفعلونا الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا خش¡ خشف شكرا rend